أخديد تمتد وسط جبال صخرية جرداء لعدة كيلومترات تسمى هنا الجنة الخفية لأنها تزخر بالماء والخضراء والهواء العليل وفيها ينابيع مليئة بالأسماك لا أحد يعرف من أين أتت ولكن لا أحد يرى هذا الجمال إلا بعد دخول الأخديد نهر التهمة يتدفق في قعر الأخدود بمياهه الباردة وسط الأشجار ومن الكهوف المنتشرة على جانبيه تنبع مياه كبريتية نقية درجة حرارتها ثابتة عند 22 درجة صيفا وشتاء ولأنها تتدفق دون توقف فهي تبقى نظيفة ولا تحتاج لتعقيم أو نظام معالجة المياه تتدفق من كهف ولا نعرف مصدرها بطاقة 70 طن في الساعة وهي مياه معدنية كبريتية تساعد في شفاء الأمراض الجلدية بشكل خاص تقارير وزارة الصحة التركية تؤكد أن هذه المياه تشفي من عدة أمراض أبرزها الأمراض الجلدية والمفاصل والأعصاب والأمعاء وحتى ضغط الدم لذلك يقصدها كل من يريد الاستشفاء والاستمتاع بجمال الطبيعة أعاني من أمراض المفاصل المزمنة وبفضل ترددي على هذه المياه وعلى هذه الطبيعة الخلابة بدأت أتعافى بحمد الله ومع إقبال آلاف السياح من مختلف أنحاء تركيا عليها تطورت المنطقة وبنيتها التحتية وتحولت إلى معلم سياحي يقدم خدمات ترفيهية مختلفة ويسعى لجذب السياح من خارج تركيا أيضا الأخاديد الصخرية هنا تجمع نقيضين يجدبان عشاق جمال الطبيعة مياه معدنية ساخنة تتدفق من الكهوف وأخرى باردة تتدفق عبر نهر هادر عمر خشرم الجزيرة داراندا ملاطيا ترجمة نانسي قنقر